ناري صحة أسرية لو سألتك هو إيه اللي خلى أسباب الطلاق تزيد أوي كده غير ما سألت الخلع إيه اللي خلى الأسباب تزيد ما بين الزوجين زي ما احنا قلنا أول حاجة أنا قلت الخلع 250 ألف حالة يا أستاذ علي من السنة اللي فات لحد الوقت 250 ألف حالة في 2017 أنا برضو مش هقول لها حتى أنا عايز أسباب ملموسة أكتر أول حاجة تاني حاجة تاني حاجة مفيه الثقافة للرجل ولا المرأة يعني احنا في مبادرة أبناؤنا حياتنا بنعمل تأهيل لأزواج علشان خاطر يعرفوا هما إيه واجباتهم وإيه حقوقهم وإيه مسئولية الزواج الحياة الزوجية ليها مسئولية كبيرة وإيه مسئوليتك كزوج وكأب وانتي كزوجة وكأم أوكي بعد كده مفيش تواصل بين الأباء والأمهات مفيش هما طول النهار في الشغل أزمات اقتصادية والدخل ضعيف كل واحد بيجري بيجري مفيش عندنا قاعدة في البيت مفيش الجو الأسري العائلي بعد كده الإعلام السوشيال ميديا مأثرة علينا جدا معظم الأفلام أو الحاجات اللي بتدعو الستة أو ما تزعل على طول ترفع قضية على جزهة لا سدقيني نسبة الأو ما طالع الخلع 250 ألف حالة في 2017 دي الإحصاءات فعلا جاية من هناك من محاكم الأحول الشخصية بس فين الأسباب اللي فعلا معنية بمسائل الطلاق يا دكتورة زي عفوا ده تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء بس فين البعد الاجتماعي في الوضع الاجتماعي مثلا ما بين الزجين المسائل الاقتصادية طب ما ده كان مفروض قبل الجواز لكن لما حصل الانفصال أول مشاكسة بينهم هما الاثنين لازم يبقى فيه ناس تعد تلم شمل يعني كانت عشرات من الآلاف القضايا كانت ممكن تتحل لو إحنا بنلم شمل الأسر لو إحنا بنحل المشاكل لو إحنا بنشوف الأم عايزة إيه والأب عايز إيه ده كان قبل الانفصال ده يعني يا حضر لكتور سيد ده دور مجتمعي مش دور قانون بقى يعني احنا دلوقتي ده دور قانون طب ليهما القانون ما يحط التشريعات إنه هو لازم يلمش قبل الطلاق قبل الطلاق ما فيش قانون دور اتنين عايشين مع بعض مش محتاجين لمحكمة أسرة ولا قانون لا بس برضو أنا برضو لازم أشوف أسباب الخلع مش أول ما يضربها أو يزعق لا على طول تجري على طب ما ده حقا الشرع لا بس مش من أول طب ما إحنا يامل كأخوات ممكن الأخ يزوء أخته أو يزعق لا أو حاجة إحنا مش على طول كل حاجة نزعى نزعى ما ياما أمهاتنا صبروا ما ياما الأجيال اللي فاتت دي كلها صبرت تدي حاجة ترجع لها بأن تسمح أو ما تسمحش يا فندي عايزين أعطاء عايزين صبر عايزين تضحية من الأم والأم بس أمر زي ما أستاذ علي بيقول كده بس مش قول كده من أول لا صدقيني ده من أول زعلة على طول بيجروا على فكرة فيه نسبة العوانس عندنا 15 مليون عينس بس ثانية واحدة هل فيه نسبة مؤكدة أنه هم يعني الموضوع ما بيخدش عاوه صبر ايو أنا أنا بقول حدثت نسية الإحصاءات اللي عاملينها في أداب اجتماع وناس كتير نزلت قالت أن نسبة الطلاقة والخلع زادت في مصر ليه؟ لأن إحنا حطينا مكتسبات للمرأة المكتسبات دي بتقولك أو ما تزعالي اجري على طول خد اللي أنت عايزاه وقلله مع السلامة هدي بس البيبي هم هاتي الولد طب ما نحاول نلمه أثناء ما يكون هم زعلانين طب ما نقوم الرجل من الأول طب ما احنا عايزين تقوين برضو ما احنا بنقوم برضو نقوم الأم والأب هو بس على الأب كل حاجة على الأب أستاذ علي مسألة الطلاق مسألة قانون في الأساس لا يا فرندم بصي الطلاق ده بينظم العلاقة وقت الخلاف لكن إيه اللي بيعمل الخلاف من الأول ده اللي احنا لازم نبصره لا ما بينظمت العلاقة ده بيفصل خالص بين الزجين ده بيحطم أسرة بيحطم وطن بيحطم كل حاجة احنا زمان كنا بنشوف مثلا الواحدة تبقى عايزة تطلق ويطلبها في بيت الطاعة ويجيب لها مش عارف شقة مش عارف عاملة زي وينزل يبقى من الشرصة بعافية ومظهر أظهر الرجل في الشكل نادر نقول يعني المفتري لحد جديد بالضبط فالقانون دلوقتي ادى للمرأة حق ان انت لو عايز تطلقي هتطلقي الخلع بتتنزل عن كل حاجة كل حاجة بتاخدش اي حاجة من الراجل تمام ليه متاخدش نفع احنا كمان عايزين نشيله من حقوقها يعني ممكن تكون واحدة عايشة في عذاب وكمان عايزين نشيل منها الخلع او نطول هلها ان احنا نعمله في استئناف كمان عشان المدة تزيد مثلا من 6 أشهر تبقى سنة سنة وشوية والخلع بياخد قد ايه حدرتك في القانون ياخد حوالي 5-6 شهور لا بياخد من سنة لسنتين انت حدرتك قلت نفسك اجراءات التنفيذ بتاخد كتير قوي اه في الطلاق يا فندي اه لا بس هي بتقعد فترة طويلة عمام بتاخد اجراءات الخلع لا يا فندي الاخلي بياخد من 5-6 شهور ده من امتى من رفع الدعوة من رفع الدعوة بتقعد هي برضو فترة طويلة فترة طويلة في ايه يا فندي في الخلع هو 5 شهور بتاخد حكم منه نعم بتاخد السيغة التنفيذية طب ما نقعد احنا كمحاميين حتى نحاول نلم الشامل ونقعد مع الاولاد ونقعد مع زوج ونقيم الرجل ونقيم المرأة هي انت كده بتقول ان كل رجالة مصر مفتريين لا ما قلتش كده كده معناها انه اول ما يضربها اول ما يزعال اجراء الخلع لما قول متين وخمسين الف حالة تخل تتكلمي عن المرأة باعتبار ان المرأة يعني سيدات لا يا حبيبتي يوم معظم الستات فعلا بقوا دلوقتي كده انا حاخد مكتسبات حاخد الولد صدقيني والله العظيم الدكتور ياسمين فيه بنات بيتجوزوا عشان باسي يجيبوا بيبي وبعد كده ياخدوا كل المكتسبات ويعودوا في البيت تاخد الولد وتاخد كل شيء ايه المكتسبات اللي هتاخدها والقايمة والحضانة والبيت كل ده مش مكتسبات طب والراجل راح تاخدش حاجة طب والأب راح فين الأب دوره هنا راح الانتأسر فإسرش فيها